عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعاً مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على إتاحة المزيد من المحافزات والتيسيرات لمختلف القطعات الاستثمارية بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم وتعظيماً لما تتبتع به مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات وخلال الاجتماع عرض وزير الاستثمار موقف حزمة التيسيرات التي تعكف الوزارة حالياً على إعدادها بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية للوصول إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات ترجمة نانسي قنقر